المشروع العربي وفي بيانه أوضح أيضاً أن حجم المعلومات وطريقة وصيغة قرار الإغلاق والمسببات غير المفهومة فيها تبين أن هناك من يحاول جاهداً لاستهداف أكبر تلجوبة تعليمية في تاريخ العراق الحديث وذلك من خلال إغلاق مدارس الرصاف النموذجية والتي تدار وتمول بالكامل من قبل مؤسسة الخنجر للتنمية العلمية مهيباً بوزير التربية أن يحقق في الأسباب الكامنة وراء كل هذا التحامل على المدارس التي مدت يدها للتربية واستطاعت بناء نموذج تعليمي متميز على كل العصائد